من الحاجات المهمة عندي هنا لما باجي بعمل أمر place بعمل جلب الصورة لما بعمل جلب الصورة اقدر ان انا اضغط واختر الصورة اللي انا عايزة طيب تعال نشوف كده ادي ملف وليكن من CS4 و ادي عايزة اخد الصورة دي مش او الصورة دي مش انت اللي بتحدد ايه ايه الصورة اللي انت عايزة الصورة دي فيها ليرات لما انا مختارش كلمة و اقوله open بيجيبلي بيقولي الصورة دي فيها مجموعة ليرات تحب تختار أنه لير ده مش عايزة ممكن اقفل كل الليرات واختار لير واحدة ولا الشغل بيه و اقوله هو اللير اللي انا عايزة و اقوله اوكي يقولي عايزة احطه فين اقوله هنا طيب عايزة ارجع في كلامي تاني يعني اللير ده اعايز حاجة مختفية هاجي من قائمة object و اقوله بقى ايه انا عايز object layer option في ال object layer option بيطلع لي الليرات تانية ممكن اعمل preview اقوله انا عايز اللير ده مش عايزة بيختار لي اللي ايه الحاجة اللي انا عايزة او اللي انا ايه اخترتها و اقوله اوكي يبقى انا مهمة عندي في عمري bliss موضوع شوق import option طب مهمة في ايه تانية مهمة في ايه تانية مهمة برضو في ملفات pdf افرد ان انا بجيب ملف pdf زي ده كده و اقوله open لو انا عامل شوق import option يسألني اعايز صفحة كاملة صفحة واحد ولا اتنين تلاتة اربعة اعايز كل صفحات اجيبها لك ولا صفحة من كذا لك انا اللي بحدد اللي ايه الصفحة بتاعتي ويعمل crop على ايه يقص على ايه يقص على بداية الصفحة من اولة الاخرها بالهامش ياخد من اولة كده ولا ياخد لغاية الحدود بتاعتي كتابه بس اللي هي ايه بداية مثلا من كلمة خلف خطوة الاساسيات يبقى انا شوق import option مهمة عندي في الحاجات ايه داية لكن احيانا كتير شوق import option بيعطلني لما اجي اعمل امر place واختار مثلا صورة زي كده وكده 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 لما انا بحدد شوق import option وبقول له open بيقول لي اه دي بقول له اه اوكي دي بقول له اوكي داية بقول له اوكي داية بقول له اوكي كل مرة بقول له اوكي وابتدي بقى احط الصور بتاعتي زي ما انا عايز طيب لو انا ما عملتش شوق import option بقول له place مش عاديت شوق import option بحدد الصور بتاعتي بقول له open على طول يقول يلا عايز احطهم فين واحدده انا ايه المكان اللي انا عايز يبقى انا عندي في امر replace من الحاجات المهمة شوق import option وما قلقى replace select item احيانا بعض الناس اللي هم مبتدئين في الاندزاين بيجي يكون محدد كده بروح جاي يمديها امر ايه place ويختار الصورة ويقول له open لو الامر replace selected item موجود هيبدل دي مكان دي على طول automatic بيضطر يعمل تراجع ويحطها في المكان اللي هو عايزه لكن لو انا محدد كده بيجي قطي له امر replace ودي مش متعلمة وطلوقات الصورة ديت يقول لي على طول عايز احطها فين رغم ان دوت ايه متحدد كمان الموضوع دوت همسح دول بيقابل مشكلة بالنسبة لناس المبتدئين اللي تلاقيه شغال في الكتابة وفجأة عايز يعمل امر replace وهو محدد الامر ده من غير ما ياخد باله واختار الصورة ديت ويقول له open فجأة الصورة راحت فين دخلت جوة text بقيت كنها ايه حرف من الحروف الخاصة بال text تيجي بقى تاخد الصفحة يمينة شمال بصنة ما بتحركش كأنها مربوطة فين في كتلة الكتابة بتاعتي اللي انا ايه بشتغل بيها ومقداش اتحكم فيها تحكمات ايه كاملة اعمل تراجع يبقى انا عندي دايما امر replace اخد بالي من العلمتين دول احدث الصورة بتاعتي وانا مختار الايه create static capture واقول له open يقول لي عايز اعطاه فين بقول له هنا طب يقول لي اخد بالك ده ليها ايه اسم احطه فين احطه هنا يبقى انا كده بحمل الايه اسم الصورة بتاعتي واحطه في المكان اللي انا ايه عايزه يبقى اده امر بلس والحاجات من الحاجات اللي ايه المهمة جدا في الشغل بتاعي